الكاميروني الكبير سامو اليدتو رئيس الاتحاد الكاميروني لقرد القدم النهاردة بعد ما تقال كلام انه في تلاع وفي نتائج مساحات كورونا لبعض المنتخبات وتحديد المنتخب الكاميروني ابدأ استياه من الكلام اللي تقال ده وقال انه الكاميرون فازت بكل الالقاب دون غش قال كمان ان الغش ليس جزءا من جينات الشعب الكاميروني وقال انه لن يكون موجودا على الاطلاق ولا سيامة تحت وليتي انه يحصل ده كمان قال ان المؤسسة اللي تم اختيارها لاجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا تقضع بشكل كامل لسيطرة الكاف ده تصريحات سامو اليدتو صراحة بطولة مليانة مشاكل مليانة مشاكل مليانة مشاكل الله يمس بطولتنا لقيمة في 2019 انا فاهم ومتفاهم جدا فرق الامكانيات بنا وبين الكاميرون ولكن لا البطولة فيها مشاكل كبيرة جدا فيها مشاكل مبالغ فيها كمان يعني حتى بطولات في دول اقل امكانيات من الكاميرون كانت تقوم بشكل افضل من كده بصراحة هو ليس انتقادا وهجوما على ناس حاولوا ينظاموا بطولة لكأس الأمم الأفريقية ولكن البطولة فيها مشاكل للأسف يعني للأسف ما يحسب على ده الكاف طبعا وايضا يحسب على ده الاتحاد الكاميروني او تنظيم البطولة بشكل عام في البطولة بصراحة المترجم للقناة